يبدو أن مهمة إعادة ترتيب البيت السني السيادي الرافض لدور حزب الله وإيران في لبنان تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية بات وشيكا والتي يقودها الرئيس فؤاد السانيورة إذن هذه الترتيبات أنجزت تكشف مصادر سياسية لأسبيعي أن المسار الذي سيتم اعتماده لترجمة قرار المواجهة لا الانسحاب قد تم الاتفاق عليه على أن تتوضح الأمور أكثر خلال اليومين المقبلين وبحسب معلمنا فإن العامل الأبرز الذي ساهم بحسم الأمور كان جرعة دعم تلقاها السانيورة خلال لقاء جمعه بمسؤول سعودي في باريس رفضت المصادر الكشف عن اسمه وبحسب المعلومات من المتوقع أن يعود السانيورة مساء اليوم إلى بيروت وسيلتقي فور وصوله الرئيس نجيب ميقاتي وأيضا القياده السابق في تيار المستقبل مصطفى علوش ونائب السابق أحمد فتفد والمعروف أن الثلاثة يرفضون مقاطعة الطائفة السونية للانتخابات النيابية فيما يعد فتفة وعلوش من الشخصيات السونية التي كانت قريبة من سعد الحريري لكن المعروف أيضا بمواقفها المتشددة والعالية السقف ضد إيران وحزب الله وقد كشفت معلومات أن السانيورة جاهز أوراقه لتقديم ترشحه للانتخابات النيابية فيما تتحدث المعلومات عن دور غير معلن للرئيس سعد الحريري غير مشجع لحركة السانيورة من خلال التواصل مع شخصيات سنية وغير سنية تستعد لخوض الانتخابات النيابية وبانتظار أن يتوضح أكثر المشهد داخل الطائفة السونية كشفت مصادر ديبلوماسية أن رئيس التيار الوطني الحر يحاول التودد إلى السعوديين بعدما فاشل بإقناع الأمريكيين بمقايدة تسهيل ملف ترسيم الحدود مع العقوبات المفروضة عليه بحسب المعلومات باسيل كلف أكثر من وسيط لتنفيذ هذه المهمة ومن بينهم صديق للسفير وليد البخاري وهو مقرب من رئيس الجمهورية إلا أن المهمة حتى الآن لا تزال صعبة والطريق إلى الرياض لا تزال غير سالكة أمام جبران باسيل موسيقى